السلام عليكم وياكم سيف ساعد من بيترو من تنا صغار تنا نفكر نقول إذا نحفر بالحديقة ونظل نحفر ونحفر وين نوصل معقول أن نوصل للشيطان مثل توموجيري لو ماكو شيء ونكمل طريقنا ونطلع من دولة ثانية لا وكل عقلنا رح ندور بالكرة الأرضية يا دولة صير مقابلنا حتى نشوف وين رح نطلع الآن سأقول لك وين نطلع إذا حفرنا بالحديقة إذا حفرنا بالحديقة أول شيء رح تلاقيك التربة والتربة سموك هيختلف من منطقة لمنطقة والتربة هي أصلا ميان جتي التربة أصلا جتي من الصخور اللي جواها من خلال عمليات التجوية من تخلص حفر بالتربة رح تلاقيك الطبقات الصخرية هنا لازم تذب الكرك وتجيب حفارة شبيرة خاصة بحفر الآبار النفطية والظل تحفر وتحفر لحد 35 كيلومتر يعني مثل المسافة من شمال بغداد الجنوبها وللملاحظة أنت كلما تحفر كيلومتر واحد رح تزيد درجة الحرارة 25 درجة مئوية يعني عوفوا الحديقة بحالها ولا تحفر لأن بعد 4 كيلومترات من الحفر رح توصل درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية وهي درجة غليان الماء انتهنا كملت الجزء الأول من الطبقات الأرضية وهي القشرة كراست ورما تخلص حفر بالطبقات الصخرية رح تلاقيك الحمام البركانية نفسها هاي الحمام تطلع من البركان وهاي العلمة معناها أنت وصلت الجبه وتتكون الجبه من الجبه العليا والأستينوسفير وباقي الجبه هاي الأستينوسفير بعدين إن شاء الله تسولكم عليها هنا نكمل لي جوه الباقي الجبه والسمك الكلي للجبه هو 2900 كيلومتر من الصخور المنصهرة هل ساكتري التحفر؟ وراها نوصل لللب الخارجي وسمك 2250 كيلومتر وراها يلاقي كل لب الداخلي وسمك 1220 كيلومتر بس الإنسان ما وصل لهذه الأعماق لأن احنا قلنا درجة الحرارة تزيد مع العمق وبهذا صار نصف القطر الكلي للأرض هو 6370 كيلومتر ملاحظة مصدر جميع المعلومات في الفيديو من كتاب Physical Geology by Plummer وتقدرون تراجعوا بالوصف ملخص مفيد بالتسلسل من الأعلى للأسفل القشرة كراست الجبه مانتل اللب الخارجي Outer Core اللب الداخلي Inner Core إذا أعجبك المقطع لا تنسى تدوس لايك واشتراك بالقناة إذا لم يشترك وتفعيل الجرس ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة